بينما عادت الأمطار أستاذ أيمن الحياة إلى بعض الأنهر والروافد والبحيرات مؤخرا لكن هناك محاذير كثيرة من مخاطر الجفاف ما السبب في ذلك؟ نعم مساء الخير عليكم حياك الله بصراحة المحاذير مستمرة ما دام التغيير المناخي بتطور ومراحلة بتعاظم من فترة إلى أخرى بالنسبة للموسم المطر الذي شهد العراق في الآون الأخيرة يعتبر من أهم العوامل التي عززت الخزين المائي على مدى عشر سنوات عانى العراق من جفاف وانقطاع شبه تام في الساقط المطري جاءت هذه الموجة المطرية وعززت جزء يسير من الخزين يعني يقدر احتياج العراق من المياه بحوالي 50 مليار متر مكعب الآن بعد هذا الموسم المطير وصل العراق إلى 40% من هذا الرقم يعني قرابة 20 مليار متر مكعب وهذا أيضا رقم لا يؤهل بصراحة لا يؤهل العراق لعبور الأزمة لذلك تستمر مخاوف الجفاف للموسم القادم خصوصا باستمرار مثلما ذكرت مراحل التغير المناخي ووجود ظاهرة النينو الآن التي هناك الكثير من التنبؤات على تعاظمها في الصيف القادم وممكن أن تسجل درجات حرارة قياسية تفوق الدرجات التي سجلت في العام السابق يعني لا يمكن عقد الأمل على مواسم مطرية مقبلة برأيك باحتبار التغيرات المناخية يعني قائمة ما تزال قائمة حتى هذه اللحظة الأمل يعقد على تغيير سياسة الموارد المائية في إدارة الموارد المائية وليس على الساقط المطري ودائما ما نعول نحن على الظروف المناخية لا يجب أن نعول على الإدارة الحكيمة لهذه الموارد خصوصا المياه العابرة للحدود التي تشكل ما يقارب 90% من موارد العراق المائية مقسمة إلى 80% من الجانب التركي و10% من الجانب الإيراني وهذا حسب إحصائيات حكومية السيطرة على هذه الإرادات يعني 80% من إرادات العراق هو كفيل بإنجاح السياسة المائية وعبور خط الأزمة والتماشي مع مراحل التغيير المناخي القادم يعني عشرات الألف أدت تغييرته المناخية إلى نزوحهم من مناطق سوكام كيف يمكن لهذا الإنذار المبكر الذي تتحدث عنها أن يلعب دور مهما في تفادي هكذا حالات مستقبلية هل ترى مؤشرات واضحة لدى الجهات المعنية في سياسة إدارة مائية حكيمة مرتقبة طالما هناك سياسات زراعية رجعية تعود إلى ما ورثناه من السومريين وهي سياسة الرئيس السيحي فهناك خطر على الزراعة وخطر على الموارد المائية الآن تسعى الحكومة إلى أدخال التكنولوجيا وأتمتت الزراعة خصوصا بالمتكرة الأخيرة للتوقيع مع تركيا الذي أمد ما يقارب عشر سنوات هي مشاركة العراق بإدارة الموارد المائية وأتمتت الجانب الزراعي هذا ما تحدثنا عنه يجب أن تتجه الحكومة إلى تحديث هذا الجانب للسيطرة على إرادة المياه وتقليل الحصة الذاهبة للأراضي الزراعية دائما ما يتحدثون عن أنه محاور أو مثلث استقرار الدولة يكمن في ثلاث أضلاع الضلعين يتحكم فيها العامل المائي والضلع الآخر هو الأمن الوطني متمثل بالأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الوطني بهذه التسميات يرتكز العامل المائي أو الضلعين من هذا المثلث ترتكز على الشئون المائية كان الطموح أن يصل الملف المائي إلى مستويات أعلى خصوصا في زيارة الرئيس التركي الأخيرة لكن مخرجات هذه الزيارة كانت أغلبها سياسية اقتصادية تم إلى اهتمام ثانوي للجانب المائي عسى أن تكون الأيام القادمة تبشر بمشاريع روائية عراقية أو مائية عراقية خصوصا في الجانب الزراعي شكرا جزيلا إليك من أربيل كنت معنا الخبير في مجال المياه أيمن قدوري